لكن كمان في بقية النشاط الرياضي النهاردة كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي استقبل وفد الاتحاد العربي للكرة الطائرة والاتحاد المصري للكرة الطائرة الاتحاد العربي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور عبدالهادي الشبيب ده رئيس الاتحاد العربي وأيضا رئيس الاتحاد الكويتي وكان معهم المهندس ياسر أمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الوفد ضم المهندس ياسر أمر ونائب رئيس الاتحاد العربي المهندس إبراهيم المقبالي نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطيرة ورئيس الاتحاد العماني وحسن عابد المدير التنفيذ للاتحاد المصري ومدير البطولة العربية للأندية المقامة حاليا وعبدالله أمين رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي كابت الخطيب زي ما حضراتكم شايفين في الصورة حرص على الترحيب بالمسؤول العربي الدكتور عبدالهادي الشبيب وأهداه درع النادي وعالم النادي أكد الدكتور عبدالهادي الشبيب قال إن احنا سعداء بالتواجد النهاردة في النادي الآلي وبيقدم خالص الشكر لكابتن خطيب ومجلس إدارة النادي وجميع القائمين وأشاد بدور الاتحاد المصري للكرة الطائرة ومساهمته في نجاح البطولة العربية المقامة حاليا في مصر أشار كمان الشبيب قال لك أنا لفت نظري وأنا داخل شايف على بوابة النادي شعار الأهلي تاريخ مبادئ تطوير قال دي مسألة مهمة جدا بتعكس شخصية النادي وقيمته ومكانته وأنهما سعداء جدا بالتواجد في هذا الصرح اللي وصفه بالصرح الرياضي الكبير قال إن الأهلي دائما ما يكون حاضرا في البطولات سواء العربية أو القرية والعالمية وقال إن مشاركة الأهلي في البطولة العربية الحالية بتطفي عليها وعلى أي بطولة بيشارك فيها قوة وإثارة من خلال القاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي بيتمتع بيها الدكتور عبدالهاد الشبيب رئيس الاتحاد العربي والاتحاد الكويتي تطرق للحديث عن البطولة المقامة حالية وقال لك مصر سباقة في إقامة بطولات دولية وعالمية ومش مستغرب عليها أبدا أنها تستضيف بطولة وتنجحها بهذه القيمة وقال إنه لعبة الكرة الطائرة في مصر بتشكل شعبية كبيرة وتم اختيار مصر لتنظيم البطولة وفقا لمعايير سابتة وراسخة وقال في بطولات جاية كمان هيتم تنظيمها في مصر بالتعاون مع كل الجهات المسؤولة شوف البطولة العربية دي طبيعت أنا بعض المباراة أي يعني أزعم أن الفرق العربية شهد التطور جامد جدا 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 أي حتى من خلال الاهتمام يعني ما فيش فرقة ما جابتش محترفين على مستوى عالي النهاردة حاول لك حاجة بسيطة أنا اتفرجت على ماتش الوكرة القطري مع الفريق العماني السيب العماني مباراة قوية جدا ثلاثة اتنين مباراة قوية جدا فازة بها السيب العماني بس عادينا الطامن الأول هو النادي الأهلي ينتظر الفائز اليوم من مباراة الأهلي عادينا نعرف بس نتيجة المباراة احنا كام دلوقتي او خلصت ولا لا عشان نعرف اذا كان الأهلي سوف يتأهل حيلاقي هذا الفريق المستوى الجامد ده رغم ان احنا توقعنا يعني عتظار الزمالك ثم فرق تونس مثلا هي الفرق المهتمية بالكرة الطيرة لكن البحرين بقت مستوى عالي جدا عمان بقت عالي اليمن قطر طبعا السعودية فرق فرق قوية جدا والمنافسات الحقيقة مليئة بالمتعة يعني تتفرج ما انتش عارف نتيجة اي ماتش نتمنى التفيق طبعا لمباراة قوية لكن الفوز للنادي الأهلي يعني ده ما نتمنى طيب ده في الكرة الطيرة